السلام عليكم اليوم نتكلم على أداء الجزائر بما فيها رفاق السوق لا أخفلكم بالتونس والمغرب كانت فيها الكثير من الصحينا واليهود كانت فيها الكثير من الغلطة والدين برباروس التي أخبرتها من إسبانيا والجول هنا أوليو بشي أوليو كما نقول نحن الجزائري تنسي تنسي مروكي تنسي لكن لا تنسي لصالح إسرائيل والصحاير هناك في تونس كان منطقة معروفة فيها اليهود وهم اللي يحركوا سياسيين هما اللي يحركوا سيتوا داخلين مع مع الانفورماشيون بوليتيك كي الكومينيزم كسبوا كما نقول إحنا الجامعات كسبوا المسرح والتمثيل وكانوا يتقنون كما نقول إحنا التجارة طنك وله هادو المنطقة هادية تاعة تونس وله هما اللي أثروا على الشباب ويأثروا على ديديسيزون بوليتيك في منها ضرب عمقا تاعة الإسلام ضرب القرآن تعمل زواج تنجب من المرأة تعدد الزواج ولا الأزواج تنجب تزوج مع واحد وتروح مع واحد آخر داروا واحد القوانين لسطرهم مع الصهيانين من فرنسا وما يشبه وإسرائيل كانوا هما حلفاء بيناتهم كما تكلمت في الدوميلساز على الصهيانين والصفاردين في الجزائر والتأثير تحهم كيفش يخدموا هما جوباناء يخدموا الناس عملاء لهم ويعاونهم بالمال ويسهلهم أمور باش يدخلوا في الوزينات وقاعدك بالمقابل يديروا حوايج يجيبوا المعلومات يجيبوا أفايس هكذا المهم المغرب متفاهمين لكثيرا من المغرب يجب أنت يدخلوا بإياز من إسرائيل لذلك أفاي هذا هو كماندان من المؤمنات ومثل لذلك كانوا يدخلوا أصور أصور ألف أصور 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 من هادو اللي يشيف. دونك هو ليهو يمشي فيهم يديرو يديلهم همزة وصل بيناتهم ما بين يهود تاعتوانسا واليهود انت ويلعبوها تاعتوانسا كما نقول احنا يسبو في الجزائر وهادو كيلعبوها جزائريين يسبو في في المغربة والدنيا باش يخليوا آآ آدم التوازن وتاني آآ رمي السموم من تعل الحقد ودارو هنا في الفوطبال اللي تشفى ورها لعبو كوب دافريك في تونس وانا ربحناها لاتشفى ودعا وقت آشيو نهار ملك البيت هاداك واش دارو كينتوانسا من هادو آآ آآ جرباء هما اللي طلعوا فوق لاميرو علقوا العلامة للجزائر وحصلوا زعمان في جزائري وانا وانا من بيني كنت ضد آآ 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 وطنية لتونس واحدة تعد على الحرومات تاهم وينحي العلامة تا تونس وينحي العلامة تا الجزائر وقفت ضدهما بطبيعة الحال ما اجبنيش الحال لان الدولة سوفران وانتا تروح تدير هيدا هذه من اعمال تونسيين ليهود ماشي تونسيين مسلمين ولي امن بربيه هما اللي داروا لهم هادو العباد هما اللي داروا لهم ياكلوا ورمضان فتح للرسطوران والدنيا في كل أوتال تلقى يهود لي يجيلوا فيهم وواهم هما من بعد هذا ويخدموا الناس دونك شي يفتحوا لهم دي رسطوران يفتحوا لهم ما المهم كاينة حاجة اللي نساوها ما تطولش صفاء السيكلاتي سلو بلون بوليتيك في تونس وفي المغرب وما امطا راح الشعبي في المغرب راح يطالب الجمهورية المغربية دونك ضد المراركة وضد كما نقولوا احنا سناغلة وضد مخزن دونك راح ينوضوا اللي ابليجي لو ماروك باش ما 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 تقومش في عملية قمع وقتل شعب الماروكي راح يحاول يصدم على الجزائر يدير حرب يسبب في حرب باش الجزائر دار معها والناس يوجهوا من 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 خصم الى الناس يحربوا معه دونك هذا هو الحل اللي راح موجده الجزائر ولابد توجد روحها دونك هاد اليهود الصهينة اه بمشاركة اليهود المالك اللي ما عندوش لاقب كما احنا تلقى اه بخروبا محمد الشهد ليبن جديد اه تلقى علي كافي تلقى عبد الماجد تبون تلقى عبد العزيز بوتفليقة تلقى لامين زروال اه تلقى بالخدة تلقى تلقى فرحات عباس قاعدنا القاب هما هادو الملوك ما عندوش لاقب عندو اسم زائد رقم كما هادوك البقرة هاوتا هادو العباد هادو هما اللي حوشوا ان التركيبات على المغرب يقلب هاي واللي وقع يهود وبالتالي يعطينهم الصحراء الغربية وبعض الاراضي اللي اليهود اللي راح مهربين من 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 فلسطين ويجي ركزهم ثمه وهما ماشي مغاربة باش تكون مغربي باش تكون انتايا باش تكون يهودي لابد ان تكون 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 سيميت سامية وسامية فيهم العرب وما يشبه اذا كنت تشوف انتايا يهودي في 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 المغرب وحنا امازيغ مسلمين بين سيرود ومتازجنا بالاخل تلقاه يقول لك انا يهودي وانتايا تأثرت باليهودية هاركنتو في اسبانيا وبالتالي الملك هادوش داروا داروا قوانين كما نقول احنا ينجمي زوج يهودي مع مغربية ولو المغربيات على باقي الفقر المفقعة هكذا الدنيا اه مكاش ورقة تثبيت بانه يهودي حتى يزوج يدير اربعة دارة وخمسة ويكون المرة منتعلقة براجلها بولادها دونك راح يديها الاسرائيل ويعطيها الاموال وقاعدتك وتعيش في بحبوحها وبالتالي تولي يهودية ونص دونك نفس الطريقة اللي تندر في تونس وتندر مام في الجزائر نورمار ما فيها العقد الزواج يجيبوا لك ديانة انتاعك وبهذه الورقة غدوة كان يقول لك يهودي اندخلك للسيجن باللي كدبت على المرأة هذي ونجيبوا انتصرفوا على الجزاء الدولة تتصرف معها بتصرف واحدة اخر على الكذب والنية اللي انتعوا عليها خبال المهم التركيبة اللي كانت اربعمائة الف دوق ولات قرابة مليون ومئتين يهودي في المرأة في المرأة وعندهم الجنسية المغربية على هذيك اللي احنا ديرنا لهم الفيزا وكانوا توغلوا وكان سبب انتاع الحراك سبب سنك اوكتوبر سبب تاع كابسيغلي سبب تاع ينوضوا مناطق انتاع الحرق انتاع المنطقة تاع القبائل كان مزاف امور اللي يدخلوا فيها بس كهما كيجيوا ويطلقوا مع الياهود تعلانا الياهود اللي موجودين في تلمسها فيها الآخر فيها عافلو في الآخر يطلقوا ويديروا درس هيدا يعلموهم وش يديروا في الفيتور دونك الهدف انتهم هو تهديم الجزائر بقاتلهم داني مايونسي لاجيري راح اتصارها فيها انتفاضة شعبية في المغرب وكذلك اليهود انتاع تونس راح ينوضوا الشعب ضد قيس سعيد اللي راح يوجدولو في دجارة ميديرو في كتابات والبانير اللي زافيش باش يطيحو اسقاط النظام واحنا نقول للجزائريين شوفوا وصرها للعراق وصرها للسوريا العراق تهدمتها هدموا بالشعب انتها هدموا العراق اللي كانت من برتع العلوم اللي كان فيها مقر انتاع العلم حضارة انتاع العباسيين اللي كانت في المقدمة ولباكم الاستوار لتاع الساعة وما يشبه سوريا اللي كانت وصلت دارت قفزة عالية في المجال في المجال الالبسة في المجالات الأخرى في الافلام حتى الافلام الوروش توطعوا مع الاسرائيليين اللي فابلو كان فيها بيرلان ليفي اليهودي يقولوا فيلسوف هو ماشي فيلسوف جاهم بلق متجا وحب يطيح النظام بتاع بشار الاسد وبالتالي والصراع ناضوا شعب باش ينوضوا الاخو الرابي العربي السوري هو ماشي رابيع هو كما نقوله خريف ممزوج بالشتاء وتشوفوا الصراع في هدموا الاقتصاد هدموا العسكر هدموا البنايات قسموا اراضي نصداتهم تركيا ونصدات الجولان اسرائيل وما يشبه المهم الشعب نهار يكون متماسك ويشوفوا بللي الشعب بللي راه متماسك وعندو قوة وعندو الناس اللي يحميوه تمال عدوين تاعك يخاف دونك وكي تسمع البرزيدن تانا تبون كي يقول لك جينيفا جينيفا اكانوسا نورما متفاهم يا ناس يا شعب الجزائري بللي الناس اللي كانوا يحكموا بعد بعد آآ 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 كانوا آآ آآ كما نقولوا الركوع والسجود لي للي فرنسا وتوغلوا حبوا يتوغلوا في الأنظمة في عن طريق لزاسوسياسيون جمعيات عن طريق آآ مشاريع آآ لوتاري وما يشبه وتوغلوا مام في المدارس وتوغلوا في الجامعات لي حاولوا باش زعزعت الاستقرار تاع البلد والله نذا كما نقولوا احنا حبوا يبيعوا للجزائر بي وتشوف بللي الامارات حكمت للبور ولا باك يحكم لك عدو تاعك البر يقول لي يعرف الماكلة تاعك شحال الجيش شحاله واشي يخص في البلاد وقاعد يقول لي هو هذك الاماراتي يشري بأسم ما تا ما يتفاهم مع اليهود ويقول لي ويتوغلوا في البلاد ويديروا واشي يحبوا ينجموا يغلقوا الوزينات كما دار على الابوكيا ويحيا وما يشبه اللي هلكوا آآ المصانع اللي خدمها بمدين الله يرحمه الانسان لابد نكونوا متماسكين مع بعض عنها القوة نهار يكون يد في اليد هكذا ما يجيو حتى واحد باشي يفل عصي يدك ويكسرك الاتحاد قوة الاتحاد قوة والاسلام يجمعنا العدو اللي يجي للبلاد هدي يكون عدو لنا ونحضروا من الكلام انت الناس انت اللي يراهم برا هادو الضعفاء عقليين ضعفاء في الدكاء ضعفاء في الكرامة ضعفاء في تلقاهم كيشوف فكر جامل خارج ويتناسب مع الفكر ويبدأ يسبب ويبدأ يطيح في المعناوية انت الشعب الجزائري وهنا نقول لك باللي احنا الجزائري متماسكين مع بعضاناش حال من عدوجة وتكسرت الشوكة وسترجعنا الاراضي بالدماء عشر ملايين جزائري ماتت من 1830 حتى الان على يد بيجو على يد سينتارنو على يد بيليسي على يد روفيقو على يد عدد كبير من الجنرالات والحمد الله كانت المرأة المرأة اول اول امرأة اللي حربت فرنسا فاطمان سومر وعدة نساء واحدة دخلين قاموا ضد ضد فرنسا دونك الحمد الله راح اتكراطي قلت لكم في تونس وردبال وهذا حقيس الاخر من الياهود اللي موجودين تما والياهود اللي موجودين في البروك اللي عمي في اتصال يفو اه اقفال فيسبوك وواتساب التقليل منه لكي نقضيه على هذا الفيروس والفيروس كيتو اللي نخناء نخعل الجسم من الدول العربية الدول اللي كانت رائدة بكري راك تشوف دونك الجزائرين بالك ووش راوي سرى هذي تعامل وتخابر فرنسا العدوة ما تنسوش باللي الإجليزة كانت تحت بتكسير وتهديم الجزائر البيضاء كما قالها اه ادان اللي تكلم عن الجزائر وقال لهم باللي لابد من تهديم الجزائر البيضاء كما دار باكري روما اللي كسرت الحضارة اللي كانت موجودة في تونس وفي الجزائر قال لهم كسرو كسروها حجرة بحجرة حتى الإجليزة تحت حمورها هي ضد الجزائر وجامي الدمونداء والاعتدار او مهنا للإجليزة اللي كما كنسواتها انت على نوتردام والسانتا كروز والأخر جامي دمونداء والاعتدار رسمي للجزائر والسلام